مع انتهاء عطلة السبت في إسرائيل أنهى المعلقون والمحللون صمتهم إزاء خطاب السيد حسن نصر الله في يوم القدس فوصفوه بالخطاب الحربي المليء بالرسائل بالغة الدلالة في كل ما يتعلق بقدرات حزب الله الصاروخية والثمن الذي ستدفعه إسرائيل في أي مواجهة مستقبلية في يدنا ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لضرب كل هدف في إسرائيل هذا ما قاله الأمين العام لحزب الله نصر الله وهو كما يبدو يتكرر مرة بعد الأخرى لكن في خطاب ألقاه أمس في بيروت شدد نصر الله أيضا على أنه في كل مواجهة مستقبلية بين إيران والولايات المتحدة ستكون إسرائيل والسعودية الدول الأولى التي ستدفع الثمن الرسائل الإقليمية التي بعث بها السيد نصر الله إلى الولايات المتحدة وحلفائها والمتعلقة بالتوتر مع إيران في منطقة الخليج وبمصير صفقة القرن ترددت أصلاوها بقوة في إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله هدد بأنه إذا عملت الولايات المتحدة ضد إيران فإن إسرائيل هي من سيدفع الثمن عبر هجوم صواريخ دقيقة نحوها بمناسبة يوم القدس العالمي قال نصر الله أمس إن حربا ضد إيران ستشعل كل المنطقة ودعا إلى تعزيز المعارضة لخطة السلام الخاصة بترامب معلقون توقفوا عند تطرق نصر الله إلى الانتخابات في إسرائيل فاعتبروا أنه أظهر دراية بما يجري في السياسة الإسرائيلية وأجمل خطابه ورسائله الحادة بحسب تعبيرهم بالقول إنه يبدو أن هذه السنة وعلى ضوء توتر الذي وصل إلى ذروته بين إيران وإدارة ترامب كان من المهم لإيران وحلفائها استغلال الأمر من أجل البعث برسائل للولايات المتحدة وحلفائها مفادها أنهم ليسوا في وارد الخضوع سيدفعون الثمن وأولهم إسرائيل والسعود ترجمة نانسي قنقر